من فترة ورائبة كنت عملت فيديو بيتكلم عن إزاي نعمل إقلاع متعدد أو مالتي بوت بدون فلاشة USB وبدون استخدام برامج زي روفوس وفينتوي ولكن أنا نسيت للأسف أن أنا أقول أن الطريقة دي كانت مناسبة للأجهزة اللي الهارداد فيها بتعمل ببراتيشن تابل GPT والبايوس يكون UEFI وطبعا الناس كتير قالت في الكومنتات أن الأجهزة بتاعتها بارة عن لجاسي بايوس والهارداد بتاعتها MBR ولذلك الفيديو ده ليهم أهلا وسهلا بكم برحب بكم في فيديو جديد أنا محمد غروب طيب أحنا علشان ندخل في الموضوع على طول أحنا محتاجين بعض الحاجات البسيطة الجراب FM وده حيكون موجود عندك لو أنتم تابع الفيديو القديم وبرنامج EZBCD هو ده البرنامج الجديد وحجمه بسيط وكل روابط حتلاقها في سندول وصف وطبعا ملفات أيزوا علشان نجرب النظام طيب أحنا هنعمل إيه؟ أول حاجة حيبقى مطلوب مننا أن نثبت برنامج EZBCD نوافق بالضغط على Yes بعد كده نثبت البرنامج بطريقة عادية خالص لكاست أي أجريه وغيره ونستول وبعد كده نشغل البرنامج بالشكل ده تمام؟ حنختار اللغة الإنجليزية ما فيش مشاكل ونضغط على OK حيفتح معنا البرنامج بالشكل البسيط ده طبعا نتأكد اللي احنا موجود عندنا البوت لودر أو محمل الأقلاع جراب FM تمام؟ ويكون موجود فيه ملف الإيزو تمام؟ وبعد كده نرجع تاني لبرنامج EZBCD هنروح على Add New Entry تمام؟ وبعد كده نروح التبويب ISO وبعد كده هنسمي القائمة بتاعة البوت اللي هتظهر في عادة التشغيل وليكن مثلاً Multi-Boot Menu وبعد كده نختار ملف الإيزو اللي هو موجود عندنا مثلاً في LD وبعد كده جراب FM وبعد كده نختار ملف الإيزو الخاص بالجراب FM.ISO تمام؟ وبعد كده نتأكد اللي احنا مختارين الاختيار ده اللي هو Load From Memory وبعد كده نضغط على الزرع ده للإضافة تمام؟ هنا لو تلاحظ هتلاقي مكتوب ان Multi-Boot Menu او الاسم اللي احنا ادخلناه Edit To The Boot Menu Successfully تمام؟ نقدر نتأكد منين؟ هنروح ل Edit Boot Menu هنلاقي ان الاختيار الزاهر معانا بالشكل ده طيب هل مطلوب مننا ان احنا نعمل حاجة تانية؟ لا هنضغط Right Click هنعمل بس Restart للجهاز علشان خاطر ان نبوت من المينيو اللي احنا اضفناها دلوقتي بعد اعادة تشغيل الجهاز هنلاقي ان فيه Multi-Boot Menu ظاهرت هنا هنضغط عليها علشان نختارها وهيطلع معانا محمل الإقلاع بالشكل ده هننقل بالأسهم كده علشان خاطر نروح نجرب نفتح اي ملف ISO وليكن مثلا خليني اجرب الهيرنز بوت CD تمام؟ وبعد كده دوس على Enter وبعد كده اختار Boot From ISO زي ما احنا شايفين بيبتدي الهيرنز بوت CD يشتغل معانا بالشكل ده تمام؟ ولو جبنا هنا ZSBC حنلاقي ان هو متعرف على كل الهرادات بتاعتنا وطبعا هيرنز بوت CD معروفة وان هي استوانة صيانة مشهورة المهم احنا علشان نجرب نسبت ويندوز يعني هنسبت ويندوز بسرعة علشان نشوف النتيجة النهائية طبعا احنا عارفين ان ويندوز 11 بيبتكون ليه متطلبات علشان نتخطى متطلبات ويندوز هنعمل باست للكونفج ده الانها طبعا هتلاقوه في سندو الوصف وحنسايف الملف هنا باسمي labconfig.reg تمام؟ وده هنحتاجه علشان خاطر نقدر قدام ان احنا نتخطى متطلبات الخاصة بويندوز 11 لان احنا طبعا من المفترض ان احنا بنشتغل على الجاسي بايوس او الام بي ار كل ده بتبقى عقبات قدام من ويندوز 11 ان هو يتثبت على الاجهزة دي تمام؟ طيب خلينا نعمل رسترة مرة تانية وندخل نبوت علشان نثبت الويندوز طبعا احنا علشان وقت الفيديو فهنجري عملية التثبيت لحد ما الديسكتوب بيفتح ونتأكد ان احنا مثبتين الويندوز على جهاز legacy boot والهارد نوع NBR فهنختار نقول له نختار بقى المرة دي نقول له احنا عايزين نثبت ويندوز 11 boot from ISO هنا هنستخدم الprevious version بما اننا كله قديم في قديم فهنستخدم الستطب القديم الخاص بنظام الويندوز I don't have نختار ويندوز 11 pro next هايجي هنا يقول لك ان احنا ما بنقدرش نشغل ويندوز 11 على الجهاز ده فهنضغط على shift و F10 وبعد كده هنجيب النوت bad وبعد كده هنروح على file open with sbc ونروح على drive ld ونقول له اظهر لنا all files فحنلاقي ملف ال labconfig اللي احنا عملناه دلوقتي هندوس على الرغة كلك ونختار merge وبعد كده نقول له yes وبعد كده نقول له ok ون cancel وبعد كده نقول له ok ونقفل النوت bad ونقفل command من رمض وبعد كده نرجع back وبعد كده نختار windows 11 pro ثاني وبعد كده نقول له next وبوم هيفتح معنا دلوقتي نثبت windows 11 عادي على الجهاز القديم وطبعا ده drive اللي هو c فحنقول له ماشي ما فيش مشكلة اعمل format لل drive ده تمام وبعد كده نقول له next هيبتدي الwindوز يتثبت بطريقة طبعية طبعا انا حجري العملية دي عشي خاطر ما نطولش وقت الفيديو وبعد ما ال disketop بيفتح هنشوف الدنيا عاملة ازاي بعد ما يفتح معنا الwindوز نضغط right click على start وبعد كده disk management حيبان معنا ان هنا ال hard عبارة عن MBR زي ما احنا شايفين لو استفدتوا من الفيديو متنسوش هدعمونا بالضغط على زر like واشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين ومهم جدا تفعلوا زر جرس التنبيهات للكل علشان يبصلكم مشاعر لما يكون في فيديو جديد دعموكم بالضغط على زر شكرا او السوبر سينكس هيكون محلة تقدير كبير شوفكم في فيديو جديد ان شاء الله سلام سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر